بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الآن إلى المحاضرة الثانية في الوحدة السابعة التي تتناول موضوع الحكم الوضعي نبدأ بالحديث عن متعلقات الحكم الوضعي وقد عرفت فيما سبق أن متعلقات الحكم الوضعي خمسة السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد وبعض العلماء يضيف العزيمة والرخصة فتكون الأقسام عنده سبعة كما سبق ونبدأ بالحديث عن السبب فنقول إن السبب معناه في اللغة ما يتوصل به إلى مطلوب معين وأما في الاصطلاح فيعرف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كما عرف أيضا بأنه كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي وبالنظر في هذا التعريف يتبين أن السبب وصف ظاهر منضبط له حقيقة جلية غير خفية يمكن التحقق من وجودها ومن أجل هذا كان الإيجاب والقبول سببا لنقل الملكية في البدلين فصار المبيع ملكا للمشتري وصار الثمن ملكا للبائع وذلك لأن الإيجاب والقبول مظنة الرضا ودليلا عليه ولم يجعل الرضا نفسه سببا لأن الرضا أمر خفي باطني لا اطلاع لأحد عليه ولا يمكن التحقق من وجوده وعدمه فعدل الشرع عن الوصف الباطني الخفي وهو الرضا إلى وصف ظاهر جلي وهو الإيجاب والقبول كما أن السبب لا بد أن تكون له حقيقة ثابتة منضبطة ولهذا فالمشقة المقتضية للتخفيف في السفر والمرض لا تصلح أن تكون سببا يعلق الحكم عليه لأن المشقة وصف مضطرب غير منضبط إذ تتفاوت وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص اختلافا عظيما لذلك عدل الشرع عن المشقة لاضطرابها إلى وصف آخر منضبط وهو السفر كما يتبين أيضا أن الأسباب معرفات للأحكام وأمارات مجردة على ما ذهب إليه الجمهور خلافا لمن قال بالتأثير كالمعتزلة والله أعلم القسم الثاني من أقسام متعلقات الحكم الوضعي هو الشرط والشرط في اللغة العلامة اللازمة ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علامات الساعة وفي الاصطلاح ما يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالشرط أمر خارج عن المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه كالوضوء مثلا فإنه شرط في صحة الصلاة إذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ونحتاج هنا إلى أن نبين الفرق بين الشرط والركن فنقول الفرق بين الشرط والركن أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته بخلاف الركن فهو جزء داخل في الحقيقة مكون للماهية فالوضوء مثلا شرط في الصلاة وليس داخلا في حقيقتها لأن حقيقة الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية مخصوصة وليس الوضوء جزءا من هذه الأقوال ولا تلك الأفعال ومع ذلك فهو شرط في صحتها مع كونه خارجا عن ماهيتها غير داخل في حقيقتها والقيام مع القدرة ركن في الصلاة لأنه من مقوماتها ومنه ومن غيره من أركان الصلاة تتكون حقيقة الصلاة القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي هو المانع والمانع معناه في اللغة الحائل بين الشيئين وفي الاصطلاح وصف وجودي ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مثال المانع الأبوة فإنها مانعة من وجوب القصاص مع وجود السبب الذي هو القتل العمد العدوان بمعنى أنه لو قتل الوالد ولده فإنه لا يقتل به لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يقتل والد بولده والسبب في ذلك أن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدم الوالد ومثال المانع أيضا الدين في الزكاة فإن سبب الزكاة ملك النصاب والحكمة فيه مواساة الفقير من فضل المال والدين المنقص للمال عن النصاب لم يترك فضلا يواسى به الفقير وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على من ملك النصاب لكنه مدين دينا ينقص المال عن النصاب فاعتبرنا الدين هنا مانعا من موانع الزكاة وقد قسم العلماء المانع إلى قسمين القسم الأول مانع للحكم والقسم الثاني مانع للسبب أما مانع الحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل قتل الزوج زوجته فإن السبب في الإرث وهو الزوجية موجود ومستوف لشروطه لكن وجود المانع وهو القتل منع من ترتب المسبب وهو الإرث على السبب المستوف لشروطه وهو الزوجية القسم الثاني مانع السبب وهو ما يستلزم وجوده حكمة تخل بحكمة السبب وذلك كالدين لمن ملك نصابا من أموال الزكاة كما تقدم وصلنا الآن إلى القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي وهو الصحيح والصحيح معناه في اللغة السليم وفي الاصطلاح ما ترتب عليه المقصود منه عبادة كان أو معامله أو نقول هو الفعل الذي استتبع غايته بأن يأتي به المكلف على وفق ما طلب منه وما شرع له والمراد من استتباع الغاية كون الفعل بحيث تترتب عليه آثاره إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه وقد وقع الخلاف في مفهوم الغاية في العبادات فقال البعض هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلف لا في نفس الأمر وقال بعض آخر من أهل العلم هي موافقة الأمر على وجه يندفع به القضاء واتفقوا على أن الغاية من المعاملات هي إباحة الانتفاع بكل من العوضين فالصحيح في المعاملات هو الفعل الذي ترتب عليه الأثر المقصود منه وحكم الصحيح أنه إذا أدى المكلف ما طلب منه مستكملا أركانه وشروطه أجزأه وسقط عنه الواجب وبرئت ذمته منه ولم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق الثواب في الآخرة وصلنا الآن إلى القسم الخامس من أقسام الحكم الوضعي وهو الباطل أو الفاسد والمراد بالباطل أو الفاسد ما يقابل الصحيح وكلمة الباطل والفاسد كلمتان مترادفتان أي متساويتان في المعنى باتفاق في العبادات ويعرفان بمخالفة العبادة لأمر الشارع بفوات ركن أو شرط وأما الباطل والفاسد في المعاملات فهما عند الجمهور مترادفان أيضا معناهما مخالفة التصرف لأمر الشارع فالعقد الذي استكمل أركانه وشروطه صحيح والعقد الذي اختل فيه ركن أو شرط باطل وفاسد فمثال ما فقد ركنا البيع الصادر من مجنون ومثال ما فقد شرطا البيع بثمن مجهول أو المقترن بشرط فاسد وأما الباطل والفاسد عند الحنفية فلفظان متباينان متغيران في المعاملات فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كمخالفة التصرف لأمر الشارع في ركن من أركانه ومثلوا له ببيع الملاقيح وهو بيع الأجنة في بطون أمهاتها فهو غير مشروع باعتبار أصله لفقدان ركن من أركانه وهو المعقود عليه لعدم تحققه والفاسد عندهم ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض كموافقة التصرف لأمر الشارع في أركانه وحصول خلل في شرط من الشروط الزائدة على ذلك ومثلوا له ببيع الدرهم بالدرهمين فإن البيع مشروع باعتبار ذاته لكنه غير مشروع باعتبار ما اجتمل عليه من الوصف وهو الزيادة وحكم الباطل عند الحنفية أنه لا يعتد به أصلا فإذا صلت الحائض أو صامت فلا اعتداد بذلك ولا يفيد البيع الباطل الملك أصلا لا بقبض ولا بدونه ولا يترتب عليه أي أثر من آثاره ولذلك قالوا إن بيع الملاقيح يفسخ متى اطلع عليه وهذا الحكم لا خلاف فيه وأما الفاسد عند الحنفية فحكمه أنه يفيد الصحة وتترتب عليه آثاره مع الإثم فإذا نذر صوم يوم النحر صح صومه مع الإثم فيؤمر بالفطر ويؤمر بصوم يوم آخر عن النذر لكن إن استمر في الصوم صح ووفى بالنذر وكذا إذا باع الدرهم بالدرهمين فإنه يصح ويفيد الملك إذا اتصل بالقبض لكن مع الإثم لمخالفة أمر الشارع فإذا ألغيت الزيادة فلا إثم عندهم لكن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور لأن هذه التفرقة لا دليل عليها لا من اللغة ولا من الشرع والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر